بالنسبة لشهداء يوم الجمعة انا كنت دايما اكتب سيان اما هم الاقي خبر شهداء الصبح او خبر شهداء بالليل الجيش والشرطة طول الوقت بيدفعوا التمن انا بكتب لهم صباح الخير والسعادة عن اللي فازوا بالشهادة صباح الخير والسعادة عن اللي فازوا بالشهادة عن اللي طاروا للنعيم وهم لابسين البيادة وهم ايه لابسين البيادة لان مصري بقى المحاولات بقى اللي هي شق الصف والبتاع الفضيعة للأسف بيتبناها طبعا في جهات كتير او خارجية بس من خلال برضو مصريين في البطاقة يعني هم اسمهم مصريين بس في البطاقة لان مش ممكن مصري حقيقي ابدا يفرح في وفاة مجند او ظابط مش ممكن مستحيل هو مين المجند او الظابط ده مين ده مش اخوكي او ابوكي او ابني او اخويا مش كده مش ده الجيش بتاعنا يعني فعشان كده بقول لهم هم يروحوا للنعيم وهم لابسين البيئة انما حادث الكنيسة بقى صحنة الصلاة في حقارة في حقارة تحس ان في حقارة يعني وبعدين ايه انا حتى استدعيت حاجة كنت كتبتها زمان ورجعت قلتها تاني بعدها بقول للبلد يعني لملمي همك وهمي لملمي همك وهمي واطلقي دمعك يا امي لملمي همك وهمي واطلقي دمعك يا امي وحيات محمد واليسوع وحيات محمد واليسوع اوعي تحبس الدموع اطرديها وفضيلي ده انت نرعيني ودليلي مش بقول لك ابنعيها لا بقول لك طلعيها بس وانت صلبة طولك مصر ياسمين طول عمرها صلبة طولها